افتتح سمو الشيخ محمد بن مبارك أهل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريب حفظه الله مبنى العلوم والتكنولوجيا في مدرسة بيان البحرين النموذجية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك أهل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريب افتتحت مدرسة بيان البحرين النموذجية مبنى العلوم والتكنولوجيا الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى مع السيد علي بن صالح الصالح وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ومحافظ المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين والمدعوين وقد كان في استقبالهم بالمدرسة الدكتور الشيخ ميلع تيبي رئيس مجلس إدارة المدرسة وأعضاء مجلس الإدارة وقد قام سموه بجولة في المبنى الذي شهد وفق مستوى أكاديمي عالمي وجهز بتكنولوجيا الروبوتات الفريدة من نوعها إلى جانب مختبرات تعليمية مجهزة بالكامل كما قدم أحد الطلب خلال حفل الافتتاح عرضا حول سيارات السباق ومسابقة للروبوتات الهندية وعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريب خلال الحفل عن بلغ سعادته لما وصلت له مدرسة بيان البحرين النموذجية من تطور ملحوظ منذ اتتاحها عام 1982 والتي جاءت استجابة للحاجة إلى مدرسة وطنية تقدم اللغتين العربية والانجليزية في آن واحد ضمن منهج دراسي مبتكر كما اعتبر سموه المدرسة فخرا لكل طالب وطالبة انضم لها طوال مسيرتها التعليمية التي تجاوزت ثلاثين عاما في الوقت الذي عبر سموه عن سروره بحصول المدرسة على جائزة أفضل مدرسة لتعليم اللغتين العربية والانجليزية عالميا وذلك ضمن مؤتمر التعليم الدولي الذي تقيمه إمارة دبي وضف سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يحق لنا أن نشعر بالسعادة ونحن نرى المستوى المتقدم التي وصلت له مدارس البحرين من مستوى أكاديمي وتربوي يعزز ويرفع من نهضة مملكة البحرين وشيرا سموه إلى أن المملكة تولي اهتماما خاصا بالتعليم على اعتبار أنه بذرة تؤسس لمستقبل مشرق وحافل المواطن البحريني كما أعرب وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن بالغ سروره بافتتاح مبنى العلوم والتكنولوجيا والذي يعد سابقة في تاريخ مدارس البحرين مبينا أن بيان البحرين عادة ما تحاول بشكل دائم استقطاب كل ما هو مفيد ومحفز لطلبتها موضحا أن الوزارة تهتم وتحث المدارس على تقديم أفضل مستويات الجودة في التعليم وذلك من أجل تأسيس جيل يحمل مسؤولية وطن المستقبل من جانبها عبرت الدكتور الشيخ ميلع تيبي رئيس مجلس إدارة المدرسة عن سعادتها بافتتاح هذا المبنى الفريد من نوعه والذي يعد سابقة في تاريخ المدارس الخاصة في البحرين مشيرة إلى أن المبنى جاء بعد جهود جبارة من جميع أعضاء مجلس الإدارة المخلصين للعمل التطوعي ومنتسبي المدرسة مضيفة أن مباني المدرسة تتسم بمطبقتها للواصفات الأكاديمية العالمية وقالت الدكتور الشيخ ميلع تيبي أن المبنى الجديد سيقدم خدماته للطلاب بالمدرسة في سبيل تنمية مدركاتهم وأفاقهم عبر خلق جو تعليمي متحضر يحفزهم على الابتكار والإبداع وذلك إلى جانب المناهج التعليمية التطبيقية والنظرية مبيناة أن النظرية لابد أن يرافقها التطبيق حتى يصل الطالب إلى مستوى يحاكي فيه المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر